السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الاعزاء سنة ساتة ابتدائي اسعد الله اوقتكم بكل الخير منهج جديد عشرين اربعة وعشرين هات كتاب المدرسة وافتح معايا صفحة ستاشر وتعالوا مع بعض على طول نراجع على علامات اعراب المفرد والمثنى والجامع نفتح كتاب المدرسة صفحة ستاشر النشاط رقم تلاتة الف بيقول لنا ضع كل كلمة في مكانها المناسب حتى تتم معناها مراعيا العلامة الصحيحة بيقول لنا نعمة الهية هنقول له العقل العقل نعمة الهية فالله ايد الانسان بالعقل وهو الذي يميزه عن سائر عن باقي الخلق من جماد وحيوان بالعقل يميز الانسان بين الخير والشر ويختار الحسن ويترك القبيح والعقل هو الذي جعل الانسان يبحث عن كل جديد ليطور حياته بما يساعده على الاستمرار بشكل افضل هنا بقى السؤال مش ان احنا نكمل احنا اكبر من كده بيقول لنا هو من خلال النشاط السابق اجب عما يالي الكلمات التي بين القوسين الكلمات اللي احنا اخترناها كلمة العقل والانسان وسائر والقبيح خير انسان كل الكلمات دي اسم ولا فعل ولا حرف اه لو لاحظنا عارفين طبعا علامات الاسم الخمسة اي كلمة فيها الف ولام اي كلمة فيها تنوين اي كلمة فيها تأمار بوطة اي كلمة قبلها حرف جر اي كلمة قبلها حرف نداء فهلاحظ ان كل الكلمات اللي موجودة برافو اسماء فهنا بيقول لنا خلي بالك بس ان المفرد بيرفع بالايه فاكر علامات العرب المفرد بيرفع بالايه بالضم وينصب بالفاتحة ويجر بالكاسرة ده المفرد طيب جميع الكلمات الناقصة اللي احنا كملناها دي العقل مفرد ولا مسنة ولا جامع مفرد الانسان سائر الخير كلها مفرد طيب المفرد علامة الرفع المفرد بيرفع وعلامة رفعه لازم تكون خفز علامات الاعراب مرفعه علامة رفعه الضمة منصوب منصوب وعلامة نصب الفاتحة مجرور مجرور وعلامة جر الكاسرة علامات الاعراب حفز طيب تعالا بقى نكمل ياله اختر الاجابة الصحيحة دي جملة فعلية ادركة دي الفاعل المسعف هو اللي اسعفه هو اللي ادركه يبقى دي الفاعل ماذا ادركة اه ده ادركة المصاب مفعول به هنا بيقول لنا موقع المصاب بالجملة مفعول به منصوب وعلامة نصب الفاتحة الانسان اه دي مبتدأ ماله الانسان اه الانسان مميز يبقى دي اجابة سؤال ماله يبقى دي خبر على طول هي دي اللي اخبرت يبقى موقع مميز بالجملة خبر مرفع وعلامة رفعه الضمة تلاتة سرته بين الاشجار بين الظرف واللي بعد الظرف على طول اللي بعد الظرف غير المنول لو مش من الاركان يبقى مضاف اليه. سر تو دي فعل وفاعل. يبقى اللي بعد الظرف اهو دي مضاف اليه. موقع الاشجار بالجملة مضاف اليه مجرر وعلامة جر الكاسرة. المضاف اليه بيجي بعد اسم ناكرة غير منون. بيجي بعد الظرف غير المنون. بيجي بعد بعض وكل وجميع ومعه وغير وسوى. طيب اربعة. العقل مبتدأ. يوجد في الدماغ. اه دي فيدي حرف جر. طالما بعد حرف الجر يبقى موقع الدماغ بالجملة على طول. بعد حرف الجر اسم مجرر وعلامة جر الكاسرة. خمسة. السماء لا تمطروا ذهبا. عندك تمطر. اي فاعل عنده شخصية. يجي يبدأ جملة جديدة. يبقى نبدأ من عند الفعل تمطر. مين اللي هتمطر? فين الفاعل? اوعى تقول السماء. السماء مبتدأ. الفاعل ما بيجيش قبل الفاعل. اي فاعل عنده شخصية كوية يجي يبدأ جملة جديدة. يبقى الفاعل ضمير مستاتر تقدره هي. تمطر هي ايه? ماذا تمطر? اه اجبت سؤال ماذا? مفعول به. يبقى موقع كلمة ذهبا مفعول به ما نصبه على يامية نصبه الفتح. يلا نشاط اللي بعد كده. رقم تلاتة دال. اذكر الحالة الاعرابية. لما تحته خط. والسبب. كما في المثال. هو في المثال قال لنا يفكر الانسان بالعقل. عرف ان البقى دي حرف جر. فقال لنا الحالة دي مجرور. كلمة العقل دي مجرورة. لانها اسم مجرور. او لان قبلها حرف جر. هنا هنقول له تسلق الرجل. مين اللي تسلق الرجل? يبقى دي الفاعل. يبقى اقول له الحالة دي مرفوع. والسبب لانها فاعل مرفع وعلامة رفعه الضم. او لانها فاعل. طيب اكلته. اكل الفاعل والتاعل فاعل. وجبة دي مفعول به. وجبة الافطار. اه الافطار جاية بعد اسم مناكرة غير منون اللي هو وجبة. ينفع احط كلمة بتاع الوجبة بتاعة الافطار. ايوة دي اللي وضحت. دي مضافة ليه? تبقى مجرورة لانها مضافة ليه مجرورة وعلامة جر الكسر. طيب ساعدته امي. اه ساعدة الفعل. الفعل انا اللي ساعدت. امي دي المفعول به. يبقى الحالة هيكون منصوب. لان المفعول به بيكون منصوب. الشمس خلاص مبتدأ. اي اسم في اول الجملة الاسمية اهو الشمس مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم. تعالوا بقى الراجع على علامات اعراب المثنى. صفحة سبعتاشر. النشاط رقم تلاتة ها. ضع خطا تحت الاسم المثنى. ثم اذكر الحالة والعلامة التي في اخره. طيب نشوف يلا. احرزة يعني حقق. احرز لايه? اللاعبان. المثنى هو. هو عايز المثنى ماشي. كتبته كلمتين. استعنته بصديقي. يبقى احنا كده استخرجنا لايه? المثنى. عايزين نعربه. احرز اللاعبان. هما اللي احرزوا. تبقى فاعل. والفاعل مرفوع. وعلامة رفع الالف. لانه مثنى. يبقى الحالة هنا مرفوع. ومرفع وعلامة رفع الالف. طيب كتبته. لفعل وفاعل. كتب الفاعل. كلمتين. مفعول به منصوب وعلامة نصب الياه. يبقى الحالة منصوب. وعلامة النصب. منصوب وعلامة نصب الياه. بصديقين البحر في جر. صديقين اسم مجرور وعلامة جر الياء. يبقى الحالة مجرور ومجرور وعلامة جر الياء. يبقى احنا هنا برضو نفتكر ان المثنى مرفعه علامة رفعه الالف يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء. طيب النشاط اللي بعد كده رقم واو تلاتة واو. اختر الموقع الصحيح لما تحته خط يعني يعرف. يمشي الانسان على قدمي على حرف جر يبقى اللي بعدها على طول اسم مجرور وعلامة جر الايه? قدمين دي مثنى. يبقى مجرور وعلامة جر الياء. الابوان مثنى. هنا مبتدأ مبتدأ مرفع وعلامة رفعه. الالف لانه مثنى. زرع. من اللي زرع? التلميزان. تبقى فاعل. فاعل مرفع وعلامة رفعه. الالف لانه هم مثنى. النشاط اللي بعد كده ضع خطا تحت الاسم الجامعة ثم اذكر نوعه. فين الجامعة? تملأ النجوم النجوم. انهى العاملون. اهو العاملون. عملهم. تتفنى الامهات. جامعة هي. البيوت المنظم. البيوت. يبقى هنا جبنا الجامعة. هنكتبه. نوعه ايه? احنا عارفين ان الجامعة كم نوع? تلات انواع. جامعة مذكر سالم. اللي اخره وونون او يقونون. بس شرط ان الوونون واليقونون يكونوا زيادة على المفرد العقل. معلم? معلمون معلمين. جامعة مؤنس سالم. اللي اخره الف وتاء. جامعة تكسير اللي بيتغير شكل مفرد. طيب النجوم. راف النجوم دي جامعة تكسير. طيب العاملون وونون. مذكر سالم. الامهات الف وتاء دي جامعة مؤنس سالم. براف. البيوت دي جامعة تكسير. قرفنا خلاص انواع الجامعة. طيب ضع خطا تحت جامعة تكسير. ثم اذكر الحالة والعلامة. يلا نراجع. على علامات اعراب جامعة تكسير. جامعة تكسير بيعرب اعراب المفرد. بيرفع بالايه? بالضمة. هنكتبهم دلوقت. وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. نصنع الاكواب. اهي. جامعة تكسير اهو. النجوم تزين السماء اهو جامعة تكسير اهو. اعجب المعلم بالاعمال اهو. الاعمال المقدمة. طيب الحالة نعرب. نصنع. نحنو. الفاعل ضمير مستتر. يبقى الاكواب اجابة سؤال ماذا? ماذا نصنع? يبقى الاكواب مفعول به منصوب. يبقى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. جامعة تكسير يرفع بالضمة. ينصب بالفتحة. يجر بالكسرة. النجوم تزين. النجوم مبتدأ. مرفوع بالضمة. اهو جب المعلم بي بي. البحر في جر. يبقى الاعمال اسم مجرور بالكسرة. يبقى جامعة تكسير. يرفع جامعة التكسير وعلامة رفعه. الضمة. ينصب وعلامة نصبه الفتحة. يجر وعلامة جره الكسرة. تعالوا بقى نراجع على علامات اعراب جامعة المذكر السالم. جامعة المذكر السالم اهو بيقول لنا اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين. صمم تصميما جميلا. نقول المهندسون ولا المهندسين. ما هو ده جامعة مذكر سالم. احنا عارفين يرفع بالواو. ينصب هو يجر بالياء. يعني لو مرفوع هحط واو نون. منصب او مجرور يأو نون. يبقى لازم نعرف. صمم الفعل. المهندسون ولا المهندسين. لا ده فاعل مرفع وعلامة رفعوا الواو. جامعة مذكر سالم. نحط واو نون. شاكر المدير. شاكر الفعل. المدير الفاعل اللي هنكتبها هتكون مفعول به منصوب بالياء. اهي. يبقى شاكر المعلمين. على الازاعة. مفعول به منصوب وعلامة نصب اليا. يسير الابناء على خطة. على خطة جر ومجرور. واللي بعدها مش من الاركان. يبقى مضاف الاي? خطة بتاعة الايه? اه السابقين بقى دي مضاف الايه مجرور وعلامة جر اليا? جامعة مذكر سالم. يبقى احنا عارفنا خلاص وحفظين ان جامعة مذكر السالم يرفع وعلامة رفعه. الواو ينصب وعلامة نصب الياه. يجر وعلامة جر الياه. يرفع بالواو وينصب ويجر بالياه. الهنا بيقول لنا عبر عن الصورة بتلت جمل مستخدمان الجامعة. ما قالش جامعة نوع ايه? اي جامعة? مع مراعاة العلامة الصحيحة. اي جامعة? اقول مثلا الطلاب اي مجتهدون لخبر مرفع وعلامة رفعه الواو. الطلاب جامعة تكسير. المعلمون محبوبون. الطالبات متعاونات. نتبادل المعلومات. يذكر الطالب ادرس اي جملة. اي جملة في جامعة تكون صح. والتدريب اللي بعد كده نشاط رقم خمسة. شارك زملائك بالنصيحة التي يمكن ان تقولها لنفسك في الوقت الذي تحتاج فيه لتشجيع. اي نصيحة. وخط الرقعة نفس الطريقة اللي مكتوب بيها. ده خط الرقعة عود نفسك على الكتابة الصح. والاملة. ما ينفحش تنقل الاملة اللي موجودة قدامك. لازم حد يمليك نفس الاملة دي. وتراجع الاخطاء بتاعتك وتتعلم من اخطائك. وبكده يبقى احنا خلصنا حلقة النهاردة. وراجعنا على علامات اعراب المفرد والمثنى والجامعة. بتمنى لكم التوفيق. اترككم في رعاية الله وامن. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.